انتشر فيديو لمدرب نادي ليفربول الألماني يورجين كلاب على مواقع التواصل الاشتماعي تويتر وهو يحاول تصحيح طريقة نطق اسم مدرب منشستر سيتي بيب جوارديولا لأحد المرسلين وذلك خلال حضورهما مؤتمرا للمدربين بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم نتابع المقطع من بين التغريدات التي علقت على الموضوع هذه التغريدة الساخرة لحمديز الذي قال كلاب عطاها وضعية الانسحاب التكتيكي يوم شاف بيب أداملر له وجهة نظر مختلفة في الموضوع على ما يبدو لأنه قال يحترم جوارديولا لأنه ما رضى ينطق اسمه غلط كلاب يحترم خصمه ونرجع ذلك السهو إلى الأداء الجيد لأنه غرد من حلوة الأداء نسي المنافس ترجمة نانسي قنقر